أنا بعد تنده للأستاذ مؤنس لأنه من أكفأ الناس اللي عندي هو مدرس أول المواد الفنية وكنا محملينه قبل ما تيجي مسئولية النشاط المدرسي لكن بني وبينك دي مدرسة بنات وكان يجب يقوم بالعمل ده واحدة ست أيو هخليه يشرح لك النشاطات الفنية اللي احنا بنقوم بيها ويفهمك نظام العمل وانتي تستلمي مني تحت أمرك فقد بس أوعي تنسي أنك في مدرسة بنات يعني الشدة أحيانا مطلوبة للتلميذات حضرتك قلتي أحيانا أستاذ مؤنس أحب أعرفك بالزميلة الجديدة مؤنسة صفية مادام صفية إزايك يا مؤنس كويس دمتوا طلعتوا تعرفوا بعض أعز المعرفة يا فنة أنا ومدام صفية كنا زملة في كلية واحدة بقى كده أما الدنيا دي صغالة بشكل من كان يصدق أن احنا نرجع نتقابل تاني بعد المدة دي كلها أنت مكسوف تقولي المدة قد إيه؟ عشر سنين يا أستاذ مؤنس بس تعيني عليك بردة لسه شكلك زي ما انت من أيامك كل إيه؟ معقولة بقولك دل عشر سنين تفضلي ياه واضح جدا أنك تغيرت عن زمان ازاي يقوليلي كنت دايما تزحم بكتفك وتدخل المدرج قبل مني ده كان زمان نوم الاحتجاج على فكرة المساواة بين الرجل والمرأة انت لسه فاكرة ويا ترى افكار زمان دي اتغيرت وانا اطلب اصوات الزملاء قبل الزميلات فتأييدهم لنا اروع تعبير عن عدالة قضيتنا من اجل مجتمع طلابي متحضر من اجل تمثيل حقيقي لكل من الفتاة والفتاة يجب ان ننبذ التفرقة فغدا سنخرج الى الحياة العملية ولن ننجح الا اذا وقفنا على قدم المساواة كتف الفتاة يلامسه كتف الفتاة يلامسه كتف الفتاة يلامس دا اي يا آنسة الملامسة دي هناك في المراقص بتاعة المنحلين وليس هنا في هذا المكان المقدس لك استقول ان حتى من غنوة عاطفية لعبد الحليم حافظ ولا فريد الاطرش الزمنا مكانكنا يا زميلات الجامعة فالرجال اكبر من كنا على العمل والتفاع والتي امانة في اعناقنا اعترفنا بوضعكم ولا تغانطنا الطبيعة وانتم ايها سملاء الكرام اين النسوة اين الرجولة اين الشهامة اتقبلون على انفسكم ان تمثلكم امرأة لا والله والله يوم قبلتم سيكون ذلك عار على جسل الرجال شمر częريم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة